شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على سرعة الانتهاء من كافة مراحل تطوير منطقة الفستات مع مراعاة التصميم الحضريض الطابع المعمري العريق بما يتناغم مع طبيعة المنطقة التراثية وخلال جولة تفاقدية بمشروعة تطوير حطيقة تلال الفستات وساحة عمر بن العاص ومنطقة عين الحياة للوقوف على معدلات التنفيذ الحالية أكد مدبولي حرصه الشديد على متابعة مراحل تنفيذ هذه المشروعات الحيوية بكل مكوناتها وعناصرها على أرض الواقع وبصفة دورية من أجل دفع العمل بها في إطار توجهات الرئيس عبد الفتح السيسي بالمتابعة الدورية لنسب الإنجاز بهذا المشروع المهم لافتا إلى الأهمية الخاصة لهذا المشروع نظرا لدوره المحورية في إعادة إحياء أول عاصمة إسلامية في أفريقيا وتحويل المنطقة إلى متنزه بيئي وسيحي وتقافية أمام الزوار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر